بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام مركيا الجرعية. النهاردة هنتكلم عن اكتر عشر رؤى او عشر احلام احنا بنشوفهم يوميا في المنام. هنعرف معناهم بشكل مختصر. اول رؤية لما الناس كثير قوي بتشوفها وهي رؤية المطر او الرؤية السيول. رؤية المطر في المنام من الرموز اللي في الغالب بتكون محمودة الا لو حصل منه اي ازايا للرأي. فالمطر من الرموز اللي بتدل على قدوم خير على قدوم آآ رزق على زوال الهموم. احيانا كمان بتدل على آآ شفاء من الامراض. آآ برضو من الرموز اللي بتدل على استجابة آآ دعوة آآ للرأي. آآ برضو من الرموز اللي بتدل احيانا على النصر وكمان على التوبة وغفران الزنوب. الرؤية التانية او الرمز الثاني. آآ وهي آآ رؤية الرضاعة. رؤية الرضاعة في المنام آآ لما تشوف المرأة ان هي بترطع طفل. وشايفت ان في لبن كتير في آآ ساديها. فمن الرموز المبشرة ليها بآآ اموال وآآ برزق. آآ كمان ارضاع الطفل برضو آآ المرأة المتزوجة من الرموز اللي بتدل على الحمل ليها. آآ كمان احيانا بيدل على مال ومال آآ آآ يعني هتنفقه. آآ كمان احيانا بتدل على آآ نصيحة على احسان للخير. آآ كمان آآ لما تشوف الفتاة العزباء برضو ان هي آآ بترطع طفل فمن الرموز برضو المبشرة ليها بالزواج. ارضاع اطفال يعني لما تشوف المرأة المتزوجة انها بترطع طفل آآ مش طفلها او طفل من الغير. فاحيانا بيدل على خلافات بينها وبين آآ زوجها. احيانا بيدل على آآ عطفه وآآ حنان وإحسان آآ منها للغير. آآ كمان احيانا لما بيكون في آآ حليب كتير فمن الرموز اللي بيدل على زوال مشاكل وزوال خلافات وزي ما قلنا آآ رزق. لما يكون الحليب قليل او اللبن آآ قليل او ما فيش خالص فاحيانا بيدل على الاسف على ازمة آآ مالية او مشكلة في الرزق او مشكلة في الحمل. الرمز التاني او الرؤية التانية او هي آآ رؤية المبخرة او آآ رؤية البخور. ناس كتير بتشوف المبخرة او بتشوف البخور في المنام. اولا آآ رؤية المبخرة او البخور من الرموز اللي بيدل على اخبار مفرحة. هيسمحها الرائي في القريب. احيانا بتدل على صمع طيبة للرائي وعلى صحبة آآ حسنة. وآآ اصدقاء صالحين. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على الشفاء لو كان هو آآ يعني آآ مريض كمان بتدل على اعمال صالحة بيقوم بيها الرائي. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده وبرده من الرموز المشهورة قوي هي رؤية الساعة. الساعة في المنام من الرموز برضو اللي في الغالب بتكون محمودة معادة لو شفناها ان هي مكسورة او ان هي معطلة. لكن في آآ غير كده من الرموز اللي بتكون آآ محمودة. اولا الساعة آآ من الرؤى اللي بتدل على حدوث شيء الرائي كان منتظره. آآ كمان الساعة آآ من الرموز برضو المبشرة بحصول الرائي على آآ وظيفة او على زواج. كلما كانت الساعة شكلها حلو. كلما كانت مضبوطة. كلما كان الشيء اللي هيحصل عليه الرائي ده آآ افضل. رؤية المنبه في المنام احيانا بتدل على تنبيه على آآ موعد او آآ يعني آآ تنبيه على شيء ممكن الرائي يكون آآ بيعمله. كمان رؤية الساعة برضو من الرموز اللي بتدل على لامة آآ زواج خصوصا ساعة اليد آآ لامة زواج لامة وظيفة لامة آآ حمل. اصلاح الساعة لو شاف الرأي ان الساعة معطرة وشاف ان هو آآ بيصلح هالعقارب فمن الرموز اللي بتدل على اصلاح مشاكل بين الرائي وبين حد من اهله. سواء آآ حد من اصدقاءه او حد من الاقارب آآ آآ او الناس المحطين آآ بي. اي عطلة او خراب في الساعة او خلع الساعة او عيف في الساعة كل دي من الرموز اللي بتكون غير آآ طيبة او غير محمودة. الرؤية اللي بعد كده او الرمز المشهور اللي احنا بنشوفه بعد كده هو رؤية عودة الرأي لما يشوف ان هو بيعود مرة تانية للمدرسة او للدراسة. آآ العودة للمدرسة او للدراسة حسب لو شاف انه المواد اللي بيدرسها كانت سهلة عليه وكانت آآ يعني آآ بالنسبة له سهلة فدي من الامور اللي بتدل على تيسير آآ في حال رائي. اما لو كان شاف ان الدراسة صعبة او فيها صعوبة عليه باي شكل من الاشكال فمن الرموز للأسف آآ بتكون غير آآ محمودة. فآآ رؤية العودة مرة تانية للدراسة من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنية وتحقيق طموح يعني الرأي بيتمنى او بيحلم بي. آآ كمان من الرموز اللي آآ بتدل على زيادة في العلم بالنسبة للرأي. يشوف انه ممكن يكمل تعليمه آآ آآ لمرحلة اعلى. او انه ياخد دورات او انه هيتعلق علم جديد او هيتعلم آآ شيء جديد آآ هيعود عليه بالمنفعة. آآ برضو من الرموز او من الرؤى المنتشرة هي آآ رؤية المفتاح. آآ رؤية المفتاح في المنام من الرموز برضو اللي بتكون محمودة جدا رؤيتها في المنام معادة لو شفنا ان المفتاح ضاع او ان المفتاح آآ سورك يعني او ان هو اتقصر. في الثلاث حالات دي بتكون غير آآ محمود. لكن في معظم حالاته بتكون آآ محمود. اولا المفتاح من الرموز اللي بتدل على مال. وعلى رزق. وعلى آآ فرج. وعلى زوايا اللي همه. وعلى آآ آآ نصر للرأي لو كان عنده خصومة او كان عنده آآ مشاكل مع شخص فمن الرموز المبشرة ليه بالنصر. كمان بفتح امور معطلة او امور آآ كانت مقفولة قدام الرأي او آآ متعصرة آآ قدامه. آآ كمان احيانا المفتاح من الرموز برضو المبشرة بالزواج للفتاة العزباء. وكمان للحمل آآ بالحمل للمرأة المتزوجة. آآ كمان المفتاح احيانا بيدل على العلم. على آآ آآ ان الرأي هيتعلم شيء جديد. آآ آآ او انه هو هيحصل على وظيفة جديدة. كمان المفتاح من الرموز برضو اللي مبشرة بالاستجابة الدعاء. وكمان بأعمال آآ صالحة آآ بيقوم بيها الرأي. آآ برضو احيان المفتاح من الرموز اللي على الشفاء لو كان الرأي آآ مريض او بيمر بأزمة آآ صحية. الرمز اللي بعد كده والرؤية اللي بعد كده رؤية الطلاق. عم تشوف المرأة المتزوجة ان هي بتتطلق. آآ رؤية الطلاق في المنام احيانا بتدل على آآ فراء احيانا بتدل على مشاكل بين الزوجين. آآ ممكن تكون الفراء ده او آآ البعد ده بسفر او بانفصال او بمشاكل. آآ كمان احيانا الطلاق من الرموز اللي احيانا بتدل على الحمل للمرأة المتزوجة. احيانا بتدل على ترك شيء الرأي متعود عليه. سواء ترك السلوك معين او آآ حاجة معينة هو متعود آآ عليها. ممكن تكون آآ مثلا خاصة بترك وظيفة او بترك تجارة. هو يعني شيء متعود عليه. آآ احيانا كمان الطلاق من الرموز اللي بتدل على ساعة في آآ رزق آآ الرائب. وبتكون بشارة برزق جديد آآ قادم آآ لي. آآ دي كده كده اهم الرموز او اشهر الرؤى اللي احنا ممكن نشوفها في المنام. اتكلمنا عنها بشكل آآ مختصر. آآ بتمنى ان يكون الفيديو اعجابكم. لو في اي سفسار او آآ سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هردها عليكم. آآ بشكركم كده انا شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة.